بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أخي المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدت من اتصالات كثيرة من بعض المشاهدين والمشاهدات وفرحت لأنهم يتبعوننا دائما ويتبعون ما نقول وقد طلبوا مني أن أستكمله الحديث الشريف وذلك رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن الهجرة وعن النية ونقول إنما النية في كل أمر من أمور الحياة مطلوبة وأن بجأة أن نستحضر النية في أمور العبادة التحديدا لأن النية ضرورة ومطلوبة والعمل لابد فيه من النية فالصلاة لابد فيها من النية والوضوء أيضا قبل الصلاة لابد فيه من النية وليس بالضرورة أن أظهر الله فضى بالنية وإنما النية محلها القلب طالما أني عزمت في نفسي وفي قلبي وفي أجداني وفي ضميري على أن أفعل هذا الأمر صارت تلك نية فأنا قائم من مكاني لأتوضع وأصلي العصر مثلا إذن أنا نويت الوضوء ثم أيضا في الصلاة حين أدخل في الصلاة إذن أنا نويته نويت أصلي العصر الله أكبر يعني يكون ذلك نطقا باللسام أو قولا بالقلب والضمير والوجدان وأن تكون ذلك نية وأن يكون العمل بالنية خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا نفاق ولا سمعان كتير أوي بيصلوا عشان تشوفهم بيصلي وعشان يبانوا من التقي ورع وبعدهم بيقوم بأم عملات نصب كثيرة ودجل كثيرة وأذى كثير وشر كثير وسوء كثير وهو بيصلي لا هنا نقوله لا المولى عز وجل يطلع على نيتك لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يصلي ليراه الناس صليت ليقال مصل وقد قيل فليس لك من صلاتك إلا ما قال ليس لك أجرم ولا ثوابا ولا جزاءا على هذه الصلاة وصلاتك لم ترفع لأنك تصلي رياءا ونفاقا ولا ينبغي مطلقا أن تكون أعمالنا رياءا ونفاقا وإنما لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى والصلاة حين نستمر عليها وحين نؤديها دائما خارصة لله تمنعنا من كل الشرور والآثام والسوء والأذى في المجتمع والمولى عز وجل قال لنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الزنا تنهى عن كل فعل يرتبط بالنساء والمنكر كل قبيح وكل شر وكل سوء وكل أذى وكل ما يقبله العقل البشري يصير شرا ويصير سوءا فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالمنكر هو الشر والسوء والأذى والمقرو وسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ما لإيه بل لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا ما قربش من ربنا وإنما ابتعد وصار في طريق آخر وصار في مكان آخر وصار في وضع آخر وكل صلاته محبطة وكل ما قدمه محبط لأنه لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى ونياته فيه أن يرى فقال إيه وربنا أن يفعلوا للمصليين الذين هم عن صالتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون المعون أن ينافقون بأعمالهم يظهرون للناس أنهم أتقياء وأنقياء صالحين ولكن منهم غير ذلك سلوكهم وأفعالهم تشي بالسوء والشر والأذى والمكروه وأيضا في الحج واحد راح يحج عشان الناس يقولوا حج وعشان الناس يقولوا ده حج وهو قبيح وسيء وسارق ولص ونصاب ودجال وكل أعماله قبيحة وذهب لي حج طب ما بدنا متحج بلاش النصب وبلاش الدجال وبلاش السرقة وإنما تعطي للناس حقوقهم جاي ما أنا قلت بكده مرات حقوق الأباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراع يعني تدي له حق ويسام حق فيه هنا بعض الناس بيحج عشان خاطر إيه يبين للناس أنه تقي ونقي ووارع وعظيم وحج أكثر من مرة ولكن كل ما حج به حرام وكل ما معه حرام وكل ما يتغذى به حرام فليس لمن حجه شيء وسيدنا نبي قال كده قال لنا إيه الرجل الحج رياء ونفقا قاله حررت ليقال حاج أقد قيل فليس لك من حجك إلا ما قاله إنما الرجل بحج مما الحرام قال له إيه سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وبلاد بيقول لبيك اللهم لبيك إذا كان زاده حلال وراحلته حلال ردت الملائكة تقول له لبيك وسعديك زالك حلال وراحل ذك حلال حجك مبرور وضمك مغفور ارجع مأجورا غير مأزور أما إذا كان بحج مما الحرام الملائكة تقول له يلبي لبيك اللهم لبيك يقولون له لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وراحلتك حرام حجك ارجع مأزورا غير مأجور يعني لم يأخذ أجرا ولا ثوابا ولا جزاء على ما فعل لأنه حج من مال حرام فأنا بنأكد أن النية لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى سألتني مشاهدة بتقول لي أنا نيتي أن أنا أعمل خير وفي قلبي وضميري ويجدالي أن أنا أعمل خير إما إمكاناتي مش مسيئة ومستنية لما ربنا يعطيني وأعمل وأنفذ هذا الخير فعلا هل لي أجر على هذه النعم لا شك أن الذي ينوي خيرا وكون في قلبه وفي ضميري وفي وجداني أنه سيصنع كذا وسيفعل كذا سيثاب على نيته لما الثواب الأكبر والأعظم حين يعمل وحين يفعل وحين ينفذ هذه النية إن شاء الله كما أن الذي ينوي شرا عليه وزر وسيعاقب على ذلك فالذي ينوي الخير له الأجر والثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى فأمغى أن تكون أعمالنا كل خالصة لله لا رياء فيها ولا سوع الزكاة وإحنا بنزكي أيضا لازم تكون خالصة لله بننوي زكاة أموالنا بنخرج زكاة أموالنا بنخرجها خالصة لله سبحانه وتعالى وسيدنا نابلنا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه صدقته السر تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى فأحنا لما نقدي لما يجي بالزكاة الزكاة بتجي في المال إذا بلغ نصابا وحالة عليه الحاول ومرة عليه سنة هجرية والمال إذا بلغ نصاب النصاب 8.85 جرام ده بيار 21 يعني حوالي 50 ألف أو 55 ألف جنيه حسب الأسعار القائمة الآن اللي عنده هذا المبلغ ومر عليه سنة هجرية بيطلع زكاته 2.5% يعني كل ألف جنيه بيطلع عنها 25 جنيه لما جا طلع الزكاة ومر عليها سنة بعزيلها عن مالي بفصلها عن مالي بحطها لوحدها يعني ده مش حق ده حق ربنا سبحانه وتعالى ما تجيرش فيه عشان خاطر إيه يان موازيد وإنما لم يعود حقا ليه وإنما صار حقا لله سبحانه وتعالى بعزيله عن مالي غيرت ما خرجوا المستحقي الذين يستحقون الزكاة ما خرجوا لهم وعطيهم لهم ووزعه عليهم بعض الناس بيسألني بيقول لي أنا ممكن أعمل كل شهر آه تعزيلها عن مالك وتخركها واتطلع كل شهر منها رواتب لبعض الناس هذا جائز بس بشرط أن يمتهي ماله هذا العام قبل أن تبدأ زكاة العام القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر